السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تبقوا في أفضل صحة وفي أفضل حال في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل صلاة والسلام احنا كنا مازلنا بنتكلم عن الفرماكو كاينتكس وقلنا أن الفرماكو كاينتكس هي تأثير حركة الدواء وتأثير البودي على الدواء وقلنا أن في الفرماكو كاينتكس بندرس أدمي ألا وهي absorption distribution metabolism excretion وقلنا أن الabsorption معناها وصول الدواء إلى الدم ثم بدأنا نتكلم على ال distribution وقلنا كل مكان الدواء بتاعنا libo philic وكل مكان الدواء السايز بتاعه صغير وnot bound للبلازما بروتين ومش ionized حيقدر أنه هو يبقى distributed بشكل كبير وبشكل واسع للغاية وصلنا إلى أن في برامتر بيعبر عن distribution يمكن يتكلمنا عليه اسمه الفي دي وقلنا أن الفي دي بتساوي الكيو على السي بي حيث أن الكيو هي amount of drug أو loading dose والسي بي اللي هي concentration in plasma وصلنا على نقطة مهمة جدا إلى أن البايندينج للدراج للبلازما بروتين ومليون في المية أن الدواء لو مسك في البلازما بروتين الحجم بتاعه بيبقى كبير جدا وقلنا أن الدواء لو مسك في البلازما بروتين زي الألبومن والجلوبيلين الـ distribution هيبقى قليل وما تنساش أن البايندينج ده reversible يعني ممكن أن أنا أمسك وأسيب والدواء لما يمسك في البلازما بروتين بيبقى أكت أزار سرفوار يعني وكأنه متخزن جوه الجسم لا يذهب يمينا ولا يسارا وقلنا ولا بيحصل له metabolism ولا بيحصل له excretion وكمان ما بيبقاش active البارت من الدراج اللي هيبقى free هو ده اللي بيحصل له metabolism و excretion وهو ده اللي هيبقى active لكن الباوند not active not metabolized not excreted الدزيز التي تؤثر على البروتين بايندينج زي مثلا أن يكون فيه خلل فيه كمية البروتين أو ناقصة في كمية البلازما بروتين زي أمراض الكولاء وأمراض الكابت أو الهايبو البومينيميا كده مش هيبقى فيه بلازما بروتين وبالتالي كده الدراج مش هيبقى bound فالدراجة هيبقى free ولو أصبح الدراجة free قوي ممكن يعمل toxicity كمان فيه بعض الأدوية بتعمل displacement لأدوية تانية من البلازما بروتين يعني تلاقي دواء بيعمل displacement لدواء تاني زي مثلا دواء اسمه السوديان فالبرويت الفالبرويت ده عنده مقدرة أنه يمسك فيه البلازما بروتين والفينيتوين عنده مقدرة أنه يمسك فيه البلازما بروتين لو الاتنين اتخذوا مع بعض تلاقي اللي بيمسك هو الفالبرويت والفينيتوين يصبح free ولما الفينيتوين يصبح free يبتدي هذا الفينيتوين يشتغل بشكل أعنف ويشتغل ويعمل toxicity وبالتالي فيه أدوية بيبقى عندها drug interaction في حكاية البروتين binding يا جماعة ومن أشهر الأمثلة الأخرى برضو اللي هندرسها أكيد بعد كده بإذن الله أنه فيه دواء اسمه الاسبرين ده الاسيطيل سليسيليك أسد ده واحد من الأدوية الهيلي باوند للبلازما بروتين ده لما بييجي يتاخذ مع الورفرين الورفرين أيضا واحد من الأدوية الهيلي باوند للبلازما بروتين والورفرين متعارف عليه أنه هو مضاد للتجلط لما الاتنين يتاخذوا مع بعض لقينا أن الاسبرين هو اللي بيبقى باوند والورفرين يصبح free بيحصل increase للfree amount of warfarin ولما الورفرين بيبقى free ممكن لأقدر الله يعمل toxicity والtoxicity دي لأقدر الله تعمل bleeding وبالتالي حل هذه القصة أنه أنت لما تيجي تاخذ الاتنين مع بعض يفضل دايما أنه أنت تقلل الدوز بتاعة الدواء الخطير اللي هو الورفرين عشان ما يحصلش الجسم الإنسان bleeding فدي من النقطة المهمة جدا أنه فيه drug drug in for action في حكاية البايندين في حكاية ال-distribution وهكاسم هل أي دواء عنده مقدرة أنه يبقى distributed ويوصل للدماغ؟ قلنا لأ قلنا لأ قلنا عشان الدماغ حواليها cover زيادة حواليها مانع زيادة الدماغ حواليها cover بيسموه blood brain barrier وهذا الbarrier provide a unique example هو حاجة يونيكة بيمنع distribution بتاع الأدوية أنه يخش حتى لو أخذت الدواء intravenous لازم الدواء عشان يخش دواء الدماغ لازم يكون عنده libo felicity عالية عشان يقدر يعدي الbarriers الكتيرة اللي حوالين الدماغ lebed insoluble drugs ما عندهاش مقدرة أنها تعدي lebed insoluble يعني water soluble زي الاثينولول وده واحد من الأدوية اللي منسميها beta blocker بتستخدم في علاج الضغط ده ما بيعديش الدماغ لأن الاثينولول hydrophilic بيحب الماء أما البربرانولول فهو libo philic وبالتالي يقدر أنه يعدي الدماغ من الحاجات اللي ممكن تعدد الدماغ أيضا وتخش جوه الدماغ ده واسمه الدايا زبام وده بيستخدم في علاج condition اسمها status epilepticus اللي هي حالة عنيفة جدا من التشنجات يبقى البرين عندها cover زيادة حوالين البرين من الخلايا بيسموها جاليل ومايكرو جاليل أو الأسترو سايت سالس وكمان البرين الاندوسيليم اللي هي الأوعية الدموية اللي موجودة هنا تلاقيها يعني متلصقة في بعضها تلاقيها دايما فيها تايت جونكشن يعني متلصقة لازقة في بعض هنا مفيش بورز هيقدر من خلالها الأدوية البولر أو الأدوية الهايدروفيلك إنها تعدي يعني الدماغ بيتميز إن الخلايا اللي موجودة متلصقة جدا وعملة تايت جونكشن ونوبورز وبالتالي صعب جدا إن الدواء يخش جوه الدماغ إلا إذا كان هذا الدواء لايبوفيلك لازم يكون الدواء لايبوفيلك عشان يقدر يخش جوه الدماغ وما ننساش حتة إن الدماغ مبهاش بورز والأدوية اللي تقدر تخش هي الأدوية فقط لغير هي الأدوية اللايبوفيلك برضو من الحاجات المهمة إن أيضا ربنا سبحانه وتعالى جعل حوالين الجنين عشان الدواء يعدي ويروح للجنين لا ده فيه باريار بيسموه البلاسينتال باريار وده باريار بين دم الجنين ودم الأم الفيتل والمترنال بلود سيباريت بيلايبويت باريار اللي هو بيسموه البلاسينتال باريار وده برضو بيعدي فقط لغير الأدوية اللي بتسالبل ودي من نعم ربنا سبحانه وتعالى عشان مش أي دواء يقدر ان هو لقدر الله يعدي ويوصل لي الجنين ويعمل لنا مشكلة ففي بارييرز حوالين الدماغ سميناها البلود برين باريير وفي حاجة سميناها برضو بتفصل دم الام عن دم الجنين سميناها ايه سميناها يا شباب بلاسينتا الباريير يبقى دي برضو من النقط واحنا بنذاكر نبقى حاطنا في دماغنا وما ننساش حتة البلود برين باريير اللي انا بقولها ان الستراكشر بتاع الدماغ استراكشر عنيف جدا واستراكشر يعني صعب صراحة الدماغ الاستراكشر بتاعها صعب وحوالين الدماغ خلايا زيادة وقلنا ان مش اي يعني دوة يقدر انه هو يعدي يعني جينا مثلا بصينا على البرين هتلاقي ان فيه خلايا زيادة والخلايا دي بيسموها الاسترو سايت والجاليال والمايكرو جاليال سولز وما تنساش ان الخلايا متلصقة فيه بينها وبين بعض ايه تاي جونكشن فالبرميابيليتي او ان فيه حاجة تقدر انها تعدي خلال البورز دي صعبة جدا اللي يقدر يعدي هو الليبت سولبل دراجز والادوية اللي هي ووتر سيلبل او ادوية يعني ما بتحبش الليبت وبتحب المية ما عندهاش اي مقدرة على انها تعبر بشكل كبير يبقى دي واحدة برضو من النقط اللي احنا نبقى عارفينها ان اللي بيعدي بس هو الليبت سولبل وما فيش تاي جونكشن ما فيش فراغات موجودة كده احنا اتكلمنا على ايه؟ كده احنا اتكلمنا على كلمتين مهمين جدا اتكلمنا على كلمة absorption وكلمة distribution فيه كلمة تانية بيسموها drug elimination ان هنا بقى الدواء بتاعنا حيبتدي يمشي من الجسم من اهم الاماكن اللي ممكن يحصل فيها elimination او اهم حاجة في elimination صراحة هو الميتابوليز دايما كلمة elimination تشمل معنى كلمتين تشمل معنى كلمة metabolism وتشمل كمان معنى كلمة excretion الميتابوليز معناها في الاغلب تكسير الدواء وده في الاغلب بيحصل في الكبد الميتابوليز في الاغلب يا جماعة بيحصل في الكبد بشكل كبير before the excretion most drugs بيحصلها metabolic alteration من اللي بيحصلها تغيير في ال structure بتاعها وهذا الميتابوليزم من اللي بيحصل فيه الكبد وده نقطة مهمة جدا على فكرة الميتابوليزم الغرض الاساسي منه ايه؟ الغرض الاساسي من الميتابوليزم هو الاتي هو تحويل اللايبوفيلك drugs الى هايدروفيلك drugs ده الغرض الاساسي من الميتابوليزم من التحول الادوية اللايبوفيلك الى ادوية هايدروفيلك الميتابوليزم في الاغلب بيحصل فيه تكسير للدواء خلاص ولكن مش بالضروري على فكرة يعني ممكن تلاقي فيه بعض الادوية بتتكسر والاكتيفتي بتاعتها بتقل لكن فيه ادوية تانية تلاقي الاكتيفتي بتاعتها ممكن انها تزيد يبقى قصة حكاية الاكتيفتي مش بالضروري ان الميتابوليزم يكون ديكريز في الاكتيفتي يا جماعة مش بالضروري ممكن الميتابوليزم يبقى ايه؟ ممكن الميتابوليزم يبقى زيادة في الاكتيفتي الميتابوليزم بيحصل فيه يعني الاكتيفتي بتقل ولكن احيانا الميتابوليزم شيء اكتف يتحول برضو ويفضل اكتف يعني هنا اكتف وفاضل اكتف زي الضيا زبام ده مهدئ ومنوم تحول لأكسا زبام عن طريق حاجة اسمها الاكسيديشن وده اكتف وده اكتف وممكن ان يحصل تحويل للين اكتف ويتحول الى شيء اكتف يعني الميتابوليزم هنا نشط الدواء وده بيسموه برو دراجل برو دراجل انك تاخد دواء غير ناشط يخش جوه جسم الانسان وينشط وده برضو في الميتابوليزم عشان كده لما تيه تقول ان الميتابوليزم تكسير للدواء بس لا هو الميتابوليزم ممكن يحصل زيادة في الاكتيفتي بتاعة الدواء وممكن الميتابوليزم يحصل فيه زي ايه زي حكاية الضيا زبام والاكسا زبام الضيا زبام ده منوم والاكسا زبام ايضا منوم ومهدئ وممكن الانالة بريل ده ده وضغط ولكن غير ناشط باي ميتابوليزم بيتحول الى الانالة بريليت والانالة بريليت هو ده ده وضغط من عيلة بيسموها اس انهيبتر ده من الادوية اللي بتستخدم فيه علاج الضغط والاكتف فورم هو الانالة بريليت اتحول من الاناكتف الى الاكتف الميتابوليزم هو جسم الانسان في الاغلب ممكن يكون فيزيس بيسموها يا إما فيز وون ميتابوليزم يا إما فيز تو ميتابوليزم الميتابوليزم في الاغلب حاجة من اتنين يا إما فيز وون يا إما فيز تو ايه اللي بيحصل في فيز وان فيز وان في الاغلب دي بتحصل في الكابت يبقى ما ننساش ان فيز وان في الاغلب بتحصل في الكابت ومسؤول عنها مجموعة من الانزايمز بيسموها السايتوكرون بي فور ففتي في انزايمز هي اللي بتعمل ميتابوليزمة يا جماعة في الكابت بيسموها سايتوكرون بي فور ففتي وبيقولوا عليها بي لان هي بتدي لون بيربل في التفاعلات الكيمائية و450 لأن الويفلينس اللي بيتيس عنده nude absorbance بتاع هذا الكالر 450 نانوميتر فبالتالي الانزايمز اللي بتعمل ميتابوليزم بيسموها sytocherone b450 أو بيسموها micronomal enzymes والmicronomal enzymes دي هي الانزايمز اللي بتعمل ميتابوليزم في الليفر أو Prom b450 نفس المعنى في زوان ميتابوليزم ان يحصل للدواء حاجة من 3 يحصل للدواء حاجة اسمها Oxidation يحصل للدواء انه يتأكسد ومن اشهر الامثلة اللي بتتأكسد حاجة زي البروبرانولول والفينيتوين دول بيتأكسده وممكن يحصل للدواء Reduction زي كلونازيبام والكلوران في نيكول دول بيحصل لهم Reduction وممكن يحصل للدواء هيدروليسز زي الاسبرين والبروكين البروكين ده طبعا لوكل أنسيتك يبقى Phase 1 Metabolism ان الدواء يحصل له حاجة من 3 حاجة اسمها Oxidation حاجة اسمها Reduction حاجة اسمها Hydrolysis وفي الاغلب Phase 1 Metabolism بتعتمد على مجموعة من الانزايمز بنسميها Cytochrome B450 خلاص واتفاقنا ان هي اسمها B لان لونها Burble و450 لان هي الوافلينز بتاعها 450 نانو متر ممكن ايضا في الميتابوليزم ان يحصل للدواء حاجة اسمها Conjugation يعني ايه Conjugation ان الدواء اهو خلاص الدراج اهو Conjugation ان يتلف حواليه Conjugate كده Conjugate ده حاجة كده زي كاب او كفر تتلف حواليه حاجة اسمها Glucuronic او الصالفيت او الاسيتيت دي حاجات كلها بتزود السوليميليتي بتخلي الدواء يمشي من الجسم اسرع احنا اتفقنا ان الميتابوليزم الغرض منه تحويل اللايبوفيليك دراجز الى الهايدروفيليك دراجز ده الغرض الاساسي انك تحول من الليبت الى الهايدرو to be easily excreted عشان يمشي من الجسم من الادواء اللي بيحصلها فيستو ميتابوليزم حاجة زي المورفين والبارا سيتامول ودول بيحصلهم ميتابوليزم يا جماعة عن طريق Conjugation with Glucuronic Est وبرضو فيه السلسلية اللي هو الاسبرين ايضا بيحصله ميتابوليزم عن طريق Glucuronic Est الأورى الكونتراسيبتف اللي هو هرمون الاسترجن بيحصله Conjugation بالسلفيت الايزونيازايد ده دواء TB والدابسون برضو ده بيستخدم في علاج مرض اسمه الليبروزي ده برضو بيحصله Conjugation بالاسيتك أست خد بالك إذن الأدوية لما بتخش جوه جسم الإنسان ممكن الدواء ما يحصلهش ميتابوليزم خالص على فكرة يعني فيه أدوية بتمشي من الجسم وهي أساسا Not Metabolized وفيه أدوية بتمشي من الجسم عن طريق Phase 1 Metabolism بس يحصل Phase 1 بس وفيه أدوية بيحصلها Phase 2 بس وفيه أدوية ممكن يحصلها Phase 1 ثم يحصلها Phase 2 وفيه أدوية بيحصلها Phase 2 ثم Phase 1 ودي من الحاجات برضو اللي ممكن نشوفه في المتحان حاجة زي الايزونيازايد ده بيحصله Phase 2 Metabolism وبعد كده بيحصله Phase 1 Metabolism دي برضو من الحاجات اللي بتيجي كل سنة ان الايزونيازايد من الحاجات المهمة اللي بيحصله Metabolism Phase 2 وبعد كده ممكن ان هو يحصله Phase 1 Metabolism خلاص والغرض الأساسي من الميتابوليزم الغرض الأساسي من الميتابوليزم تحويل اللي بوفيليك دراج إلى هايدروفيليك دراج تو بي إزلي إكسي كريتي دي واحدة من المعلومات الخطيرة وانت بتزاكر لازم تحطها في دماغ طيب ايه هي أهم الفاكتورز التي تؤثر على اختلاف الريسبونس بتاع الدواء او تؤثر على الميتابوليزم بتاع الدواء ها يبقى زي ما اتفقنا ان الميتابوليزم في الحياة يقيم ما يبقى Phase 1 يقيم ما يبقى Phase 2 وفيه أدوية بيحصلها Phase 1 ثم Phase 2 وفيه أدوية بيحصلها Phase 2 ثم Phase 1 زي الايزونيازات خلاص من الحاجات اللي عايزة أقولها زي ما اتفقنا هو Phase 1 قلنا فيها Oxidation Reduction Hydrolysis وPhase 2 زي ما اتفقنا فيها Conjugation وفي بعض الأدوية بتخش Phase 2 على طول وفيه حاجة بيحصلها Phase 2 ثم فيه Phase 1 اللي هو الايزونيازات طيب الخلل في الميتابوليزم قالك ممكن في بعض الناس بيبقى عندها خلل جيني ان فيه انزايمز معينة ما بتبقاش موجودة مسؤولة عن الميتابوليزم ودي حالة مرضية بيسموها الساكسينايل كولين أبيني ودي حندرسها بالتفصيل الساكسينايل كولين ده واحد من الأدوية اعرف لي بس حتى هذه اللحظة واحد من الأدوية Skeletal Moster Relaxed وده متابوليزد بسيرتن انزايم اسمه سودو كولين استريز انزايم بيتكسر بحاجة اسمها السودو كولين استريز انزايم الانزايم ده لو مش موجود الساكسينايل كولين مش حكس لأن الساكسينايل كولين بيتكسر بالسودو كولين استريز فده نقطة مهمة لو السودو كولين استريز مش موجود الساكسينايل كولين مش حيكسر فأكيوميليتد في الجسم والساكسينايل كولين ده لما يبقى أكيوميليتد ممكن يوقف عضلة التنفس ويعمل حاجة اسمها أبينيا خلاص اللي هي ما فيش تنفس وعلاج هذا الموضوع انك تدي المريض سودو كولين استريز وده مين يا شباب بنيديه عن طريق ان احنا بنعمل بلاد ترانسفيوجن أو بلازما ترانسفيوجن منين الدم يبقى فيه هذا الانزاعي فيه كمان سيرتن ديزيز له علاقة بالعمر اللي هو الجري بيبي سندروم بيحصل فيه الأطفال الصغيرين اللي هم النيونيت اللي عندهم 28 يوم أو أقل لو أخدوا كلوران فينيكول كلوران فينيكول ده واحد من الأدوية اللي بيحصل له ميتابوليزم باي كونجوجيشن ويمسك في حاجة اسمها الجلوكو يورونيك أست لو أنك يا طفل صغير ما عنديش هذا الجلوكو يورونيك أست هذا كلوران فينيكول يقعد في الجسم ويتكسرش ويفضل قاعد ويخلي الجسم كله لونه جري ويبقى فيه سيانوزس ويبقى فيه زرقان وخلل في الضغط وخلل في درجة الحرارة والجري بيبي سندروم دي بتحصل قوي في كلوران فينيكول وما تنساش ان كلوران فينيكول بيتكسر عن طريق الكونجوجيشن مع الجلوكو يورونيك أست ايضا درجة الحرارة العالية الفيفر الفيفر بيعمل ايه دايما يا شباب الفيفر دايما من الحاجات اللي طبعا بتعلي الحرارة ولما بتعلى الحرارة يا شباب لازم نبقى عارفين ان الفيفر من الحاجات اللي ممكن تقلل الميتابوليزم فتزيد التي هاف يعني التي هاف هو الوقت اللي انت محتاجه عشان خمسين في المئة من الدواء يخلص وبالتالي انت الميتابوليزم قال فالتي هاف تزيد ان الوقت اللي انت محتاجه عشان الدواء خمسين في المئة منه يخلص يزيد فالفيفر وجودها تزود التي هاف الفيفر يزود التي هاف طيب الثيرويد هرمون الثيرويد هرمون وجودها اللي هي هرمونات الغضة الدركية بتزود الميتابوليسم بتزود الميتابوليسم فتقلل التي هاف لأن التي هاف هو الوقت اللي أنا محتاجه عشان الدواء 50% منه يتكسر أو يخلص وبالتالي نقدر نقول إن كل ما كانت الثيرويد هرمون قليلة كل ما كان التي هاف تزيد ثيرويد هرمون قليلة التي هاف تزيد دي إجزام خلاص إذن برضو دي من الحاجات المهمة برضو الليفر ديزيزيز لو الليفر تعبان خلاص برضو الميتابوليسم هيبقى فيه مشكلة وبالتالي التي هاف تزيد لبعض الأدوية زي الضيا الزباب يبقى وغدين بقنا إن الفيفر علاقته ديريكت مع التي هاف أما الثيرويد علاقتها عكسية مع التي هاف والليفر ديزيز علاقتها أيضا عكسية مع التي هاف والتي هاف اللي هو الهاف تاين ده الـ time needed عشان خمسين في المية من الدواء يبقى eliminated وحنتكلم عليها المرة الجاية بإذن الله بالتفصيل في غاية في النجاح غاية في التوفيق حبوا العلم وربنا يبارك لكم يا رب في صحتكم إذن إحنا أخدنا حتى هذه اللحظة عنوان حبناه سميناه إيه مع بعض هذا العنوان يا داكاترة سميناه الفرماكو كاينتكس وقلنا ما معنى كلمة فرماكو كاينتكس قلنا كلمة فرماكو كاينتكس معناها تأثير البوضي على الدرج وقلنا بندرس كلمة أدمي وفهمنا الـ absorption وفهمنا الـ distribution ولازم تبقى عارف مين الأدوية distributed قوي ومين الأدوية اللي مش distributed وفهمنا كلمة الميتابوليزم اللي هو تكسير الدواء وفهمنا phase one وفهمنا phase two وقلنا إن في أدوية بيحصلها phase two ثم phase one زي الـ المرة الجاية ممكن نتكلم بإذن الله على الـ execution نفهمه ونحبه يعني نجاح كبير في حياتكم بإذن الله ربنا وفقكم جميعا واشوفكم جميعا على خير وعلى صحة طيبة بإذن الله ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنقر